طيب في مواقف هنا تحصل يمكن مواقف اللي لا تنسى موقف إصابتك لللاعب ماجد عبدالله والله يشوف الموقف صحيح صعب يعني يصعب ما يتمنىها يلاعب حقاً أو يوضع فيه في هذا الموقف يعني تتكلم أنك تصاب زميل لك أو يكون في موقف صعب هذا شيء ما يرضاه يعني ما لا يعني نرضاه بغض النظر على التنافس اللي كان موجود بيننا يعني يعني ما تتمنىها لأي شخص يعني نفسك فإنه حقيقة النصابة كانت مزعجة جداً يعني نتكلم عنه طريقة الإصابة والطريقة الموسم هذا بالذات محمد جات فيه إصابات غير طبيعية يعني يمكن أول مرة تكون دخيلة علينا يعني تتكلم عنه تجنج وبلع لسان يعني في الفترة هذه كانت بداية طريباً في مباراة اتحاد مع النصر في الرياض كانت زي من مسيع بالخير الكابتن عدنانا بشكور وكابتن أحمد بهجة كانت إصابة غوية من كابتن عدنانا بشكور في هذه المباراة وكان في بلع لسان هو اللي طريباً أنت بالنسبة لك مع الكابتن الماجد ايش اللي صار؟ والله هي تحول تشتيت عادي هي الكورة صابت وجه ماجد يعني تتكلم أنا مشتت الكورة في نفس اللعب يعني في نفس المباراة حاولت أني شتتها من منطقة خاطرة يعني شات في وجهها يعني أرى طول المباراة فكانت ردت فعل غوية يعني من الماجد وأنه بالنساء نغم عليه يعني حقيت وقتها يعني أنت من لحظتها وش اللي صار يعني؟ والله شيء جديد علينا محمد يتكلم عن لعب مغم عليه وما يتنفس وذلك صعبة صعبة جداً يعني ما كنا بس الحمد لله أنا ربك يعني كما وجود برنابوك يعني خصائي علاج كان من أفضل خصائجاج في العالم أتوقع مش في السل السعودية يعني كان معانا موجود وهو اللي عمل أنت ما لعبت بخشونة يعني ما كانت بخشونة؟ لا ما هي خشونة هي كورة بس تستيتها أكثر على أقل يعني تشتيت ومن حسن السؤال جات في وجهة يعني يعني بدون نصابه ولا شيء يعني بدون مثلا نضربه ولا شيء لا لا